موسيقى اعلنت وزارة المعادن استهدافها انتاج مئة وعشرة من الذهب خلال العام ثمانية عشر والفين بجانب تطوير الاسواق بنسبة اربعين في المائة من جملة خمسة وسبعين سوقا منتشرة في انحاء البلاد وكشف وزير المعادن بروفيسور هاشم علي سالم في تصريحات صحفية عقب ختام اجتماع المجلس الاستشاري للوزارة في دورة انعقاده الثالث اليوم كشف عن اشتراطات هندسية لانشاء الابار والزام المعدنين بها منعا لحوادث الانهيارات وحفاظا على سلامتهم كشفا عن خطة زمنية واضحة للتخلص من استخدام الزئبق خلال العام عشرين عشرين والعمل على استخدام طرق بديلة في ذات السياق اشار بروفيسور هاشم علي سالم وزير المعادن لانطلاق الخطة الوطنية لتوطين تصنيع المعادن مبينا تحقيق وزارته نسبة 167% من الربط المقرر مشيرا لوصولهم لانتاج 105 خلال العام الجاري من انتاج الذهب متوقعا ان تصل الى 110 طن في 18 والفين خطتنا في 2018 لان ننتج 110 طن دهب في 2018 من ضمن خطتنا للعام 2018 تطوير الاسواق احنا هنطور حوالي 40% من الاسواق هي زي 75 سوق هنطور منها زي 40% مياه نظيفة وحدات علاجية واسعافات ستنغذ الناس اذا حصلت اي انهيارات لهذه الابار برضو هنضع اشتراطات لعملية الابار اشتراطات هندسية هنلزم بها كل المعدنين على اساس انه هنضع في العقد بيننا وبين المعدن على اساس ما تحصل انهيارات لهذه الابار ان شاء الله برضو وضعنا خطة الزمنية للتخلص من استخدام الزيبك في الاستخلاص بتاع الزعب خطة زمنية واضحة على اساس انه في 2020 هيتوقف استخدام الزيبك نهائيا في عملية الاستخلاص بتاع الزيبك وعندنا بدائل حنبدأ تدريجيا ندخال في 2018 ونوقف بعض استخدامات الزيبك الى 2020 حسأ نقف تماما من استخدام الزيبك في عملية الاستخلاص ويجيء اجتماع المجلس الاستشاري لوزير المعادن بغرض الوقوف على واقع التعدين والمعدنين وتلمس المشكلات التي تواجه قطاع التعدين بشقيه التقليدي والمنظم والعمل على تذليلها دفعا لعملية الانتاج زيادة الانتاج وتنظيم الاسواق ومنع استخدام الزئبق كانت اهم موجهات اجتماع المجلس الاستشاري لوزير المعادن حيث بحث الاجتماع تقييم اداء الوزارة للعام 2017 وخطة العام 2018 التي ترتكز على دفع شركات العاملة لزيادة انتاجها وامن الاجتماع على اعطاء وزارة المعادن صلاحيات اكبر ودعمها بالموارد المطلوبة الاداء بالنسبة الوزارة لهذا العام العام 2017 كان متميز لاننا من حيث الانتاج المطلوب او الربط المحدد للانتاج لهذا العام تجاوزت الانتاج الحقيقي بنسبة اكثر من 10% من الربط المحدد انتاجنا من الذهب كانوا الحمد لله فوق الربط وذلك يحكي اداء جيد نتيجة للسياسات والمتابعة التي قامت بها الوزارة خلال العام وتلعب المعادن دورا اساسيا في تنمية الاقتصاد السوداني وسد الفجوة الخارجية ويظهر ذلك من خلال تميز اداء الوزارة وتحقيق نسبة اعلى من الربط المقرر باكثر من 10% نتيجة السياسات والمتابعة الجيدة واستشرافها العام الجديد بخطة تعتمد على مضاعفة الانتاج في كافة المعادن الخطة التي ناقشناها تناولت كيفية سيادة الانتاج في العام المقبل حتى يفوق الانتاج كيفية تصنيع كل الذهب واعتماده من المصفاء الوطنية هذا كان مركز انتكز اساسي جدا كذلك تناول الاجتماع ضرورة اتخاذ خطوات اكبر للشركات الكبيرة التي تعمل في مجال الذهب حتى يكون انتاجه بسرعة ووتيرة اعلى مما هو عليه الآن نسبة لانتاج القطاع التقليدي لا يزال هي القطاع الاكبر ولكن نحن نطلع في العام القادم لزيادة اكبر من قطاع الانتاج الشركات الحديثة وذا هو المهم ونحن نطلع لعام جديد وتركز وزارة المعادن على تأكيد محافظة السودان على المركز الثاني افريقيا والعاشر عالميا في انتاج الذهب بما يؤكد اهمية انشاء بورصة الذهب والتي يسهم بنسبة 5% من الناتج المحلي الاجمالي واستخدامه كضمان للحصول على المنح والقرض الخارجية لمزيد من التفاصيل رحب بضيف من الخرطوم الدكتور محمد الناير عضو المجلس الاستشاري لوزير المعادن في البدء ما هي ابرز الموضوعات التي ناقشها اجتماع المجلس الاستشاري لوزير المعادن سيد الناير بسم الله الرحمن الرحيم اتمنى انتشاري اليوم نغلش رضاية مهمة المنى التقرير اداء الوزارة للعام 2017 وخطة الوزارة للعام 2018 العام القادم ثم تقرير اخر خاص بلجنة لاستخدام الاحتياطات الخاصة بالمعادن والزهب المنتج للحصول على تمويل مشروعات البناء التحتية ثم استمع المجلس لتقرير حول انشاء بنك للمعادن وكذلك ايضا تم الاستماع الى قضية التمويل البحث العلمي الخاص بقطاع التعديم بصورة عامة وانشاء المعامل كل هذه الاشياء احتوت كثير جدا من التطور الذي شهد عمل الوزارة في 2017 حيث تحقق اكثر من 100 طن حوالي 103 أو 105 طن في العام هذا الانتاج لعام 2017 وكان المقدر له حوالي 100 طن بنسبة زيادة مقدرة وداء يفطل العكس ايجابا على الاقتصال السلان وعلى تصحيح مسارات الاقتصال السلان طيب سيد الناير ما هي ابرز التوصيات التي خرج بها الاجتماع في ميال زيادة الانتاج مؤكد ابرز التوصيات هو الاهتمام بالمعادن الاخرى والعمل على جذب الاسمارات الخارجية لتصنيع المعادن الاخرى والاستفادة من القيمة المضافة التي يمكن ان تضاف والمتابعة اجراءات مصفاة الزهب لحصولها على الاعتمادية حتى تكون الزهب الذي يختم من المصفاة مقبول عالميا وبالتالي ايضا الحريص عن التفكير في الحصول على تمويل بضمان الانتاج اي كمية موجودة من الزهب تكون متاحة لدى البنك المركزي يمكن الحصول على تمويل مقابل هذه الكمية بحوال 150% من قيمتها وهذا الامر متاح وهناك ايضا دراسة اخرى للاحتياط المؤكدة وكيفية اعتمادها حتى يتم الحصول بموجب هذا الاحتياط هذا الامر كان يتم في السابق بموجب انتاج البترول والان بعد تراجع انتاج البترول الزهب الخير الوحيد الآن للحصول على قلود خارجية بضمان انتاج او احتياط الزهب في المرحلة القادمة كذلك ايضا هناك اهتمامات كثيرة من قبل الوزارة في تحويل التعديل التقليدي لتعديل منظم وهذا الامر قطعت الوزارة فيه شوطا بعيدا وبالتأكيد من خلال تحسن الوضع المالي والاقتصادي لكثير جدا من المعدنين التقليديين اصبح لديهم الفرصة ان ينتقلوا من معدن تقليدي الى معدن في القطاع المنظم حتى اذا كان في مربعات صغيرة الحد ما طيب الان اين وصلت جهود وزارة المعادن في توطين تصنيع المعادن بالبلاد لتحقيق قيمة مضافة سيدنا مؤكد تصنيع المعادن يحتاج الى بنية تحتية وبالتالي هذه المرحلة مرحلة البحث عن تمويل ولذلك تم التفكير في انشاء بنك للمعادن وهذا البنك يمكن انوفر التمويل اللازم وهناك تفكير في انشاء محافظ وصناديق لقطاع التعديل توفير التمويل اللازم حتى الحديثة الان تفكير ايضا عن حصول على قروض ومنح خارجية بضمان الزهب لاكمال البناء التحتية لانه تصنيع المعادن بصورة عامة حتى الزهب تقريبا والمعادن الاخرى حوالي 30 معدن يحتاج الى طاقة هربية كبيرة يحتاج الى مصانع لتشكيل الحديد والنحاس والزنك وغيرها من المنتجات الاخرى كل هذه الاشياء تريد قيمة مضافة بالتالي تحتاج الى اعداد المصانع اللازمة والمصافي اللازمة وكذلك توفير الطاقة الكهربية التي يمكن ان تدفع عجلة الانتاج في هذه الصناعة المهمة طيب دكتور محمد الناير ناقش الاجتماع تخصيص نسبة لدعم البحث العلمي كيف تقرأ هذا الاتجاه وما هو انعكاس ذلك على الصناعة التعدينية مؤكد هذا التوجه لا بد ان يكون توجه الدولة بمجملها في موازنة العام 2018 للبحث العلمي على مستوى السولان ككل ولكن وزارة المعادن تقدمت خطواتي الامام ان توفر بنود مقدرة لدعم البحث العلمي هذه التلفحات السيولوجية هي هيئة بحسية وهيئة ايضا تعنى بقطاع التعدين بصورة عامة وبالتالي قطاع التعدين لا يتوقف في البحث العلمي بصورة مستمرة من حيث الخرط وتحديثها ومن حيث اكتشاف اماكن المعادن والتأكب من الاحتياط الموجودة وبالتالي هناك خطوة اخرى للتطور في المرحلة القادمة الاعتماد على الاقمار الصناعية في تحديث حجم الاحتياطيات بصورة مؤكدة وده بيسهل قضية الاسمار خاصة اذا كان هناك اقبال كثير لو لاحظوا في فترة الماضية في زيارة الرئيس تركي ريا الطيب اردوغان واغبال تركيا على الاسمار في مجال التعدين ومن قبلها روسيا لديها رغبة كبيرة والان دخلت قطاع التعدين بصورة اساسية وهناك دول اخرى كثيرة ترغب في الاسمار في قطاع التعدين في السودان ادخال الذهب كضمان لاستقطاب التمويل والقروض الخارجية لتمويل المشروعات بالبلاد دكتور محمد الناير الى اي مدى يجد هذا التوجه القبول لدى القطاعات المنتجة مؤكد هذا الامر هو ايجابي لصالح الاقتصاد لعل سيد وزير المعادن في توجيه خلال اجتماع يركز على الحصول على التمويل من الزهب المنتج اي ان لديك زهب منتج محفوظ لدى بنك السودان باتفاقية محددة مع الجهة الممولة يتم التمويل بنسبة تفوغ ال 150% من قيمة الزهب وبالتالي استطيع ان تنجز مشروعاتك الخاصة في بناء التحتية وتكون مشروعات ضد طبيعي راضية مشروعات بناء تحتية تحتاج الاصطاد وفي نفس الوقت تكون لديها عائدات وبالتالي بضمان الزهب تستطيع ان تحصل على تمويل خارجي يساعد في استقرار سعر الصرف يساعد في تمويل مشروعات تنموية تكون لديها عائدات مستقبلية والزهب موجود بحوزتك ولكن باتفاقية مشتركة مع الشركات او المؤسسات الدولية التي تقوم بعمل التمويل اكد الاجتماع ضرورة انشاء بورصة الذهب وبنك المعادن الى اي مدى يسهم ذلك في تنظيم تجارة الذهب وايضا ما هو دور ذلك في تعظيم الفائدة مؤكد انشاء بورصة الذهب والمعادن يعظم فائدة تعدين في الاقتصاد لانه انتاج اكثر مما طن في العام جعل السلال مصنف كما ذكر في التغرير الثاني على المستوى القارة الافريقية بعد جنوب افريقيا وكان هو حتى وقت قريب رغم ثلاثة في القارة الافريقية بعد جنوب افريقيا وغانا الان في المرتبة الثانية والعاشر على المستوى العالم من حيث انتاج الذهب وبالتالي انشاء بورصة الذهب والمعادن تمكن ان يتم تداول كل الذهب المنتج داخل هذه البورصة وان تقلل او تحد بصورة كبيرة جدا من قضية التهريب لان المهرب سيجد سعرا عادلا داخل البورصة وكنا نتوقع وقد تم مناغشة هذا الامر في اجتماع الميس الشاري اليوم ان بنك السودان بدلا من ان يعود الى الوراء بسياسات شراء وتصدير الذهب مرة اخرى كان قد سمح القطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب في مارس الماضي كنا نتوقع اذا اراد ان يقلع عن هذه السياسة ان يقلع الى الامام الى انشاء بورصة الزهب والمعادن ولعله متوقع انشاءه في العام 2018 ودي بصح مسار الاقتصاد فيما يخص الزهب وبتعظم الفائدة من قطاع او انتاج الزهب في الاقتصاد الزهب يمكن ان يحقق ما يزيد عن 4 مليار دولار سنويا اذا تم انشاء بورصة الزهب والمعادن اضافة لحوالي 2.5 الى 3 مليار جينيه اسهامه في الموازنة العامة للدولة طيب سؤالي قبل الاخير في هذه المقابلة في اكثر من محفل وافساح المجال للقطاع الخاص والمنتجين بماذا تعلق؟ تعلق ان بنك السودان التجربة الخاصة لفتح المجال للقطاع الخاص للتصدير تجربة ناجحة بكل المغاييس ولكن بنك السودان لم يعالج سياساته بنك السودان اشترط تسليم الشركات المصدرة للزهب ان تسلم 50% المشتريات يعني لتبسيط الامر للمشاهد الكريم اذا الشركة اشترت 100 كيلو وتريد ان تصدرها تسلم 50 كيلو نصف الكمية لمصفات الزهب ثم يصدر 50 كيلو الاخرى كان السياسات تبنى على اساس ان بنك السودان عبر مصفات الزهب يمنح سعرا عادلا يعني 50 كيلو يمنح مقابلها سعرا عادلا سعرا يقترب من سعر السوق ولكن بنك السودان ظل يعني محدد سعر اقل من السوق كان 650 جنيه للجرام تقريبا وفي السوق وصل حوالي 830 للجرام بالتالي بيه في خسارة مقدار حوالي 180 ألف جنيه في كل كيلو زهب يسلم للمصفات بالتالي توقفت الشركات من التصدير وبالتالي بنك السودان رجع مرة أخرى وعاد مرة أخرى للشراء كان من الأفضل بدلا أن يشتري بنك السودان وأن يضق مئات من النغض العملة المحلية لزيارة معدرة رخم كان من الأجدى أن ينتقل خطوة الأمام ووزارة المعاري تبنت قضية إنشاء البورصة بتنسيق مع المالية وبنك السودان منذ عامين أو ثلاثة عام تقريبا يصبح الأمر ضرورة في العام 2018 أن تنشأ هذه البورصة خاصة لنصول خطوة أوراغة المالية وعبر مدير العام دكتور عزارة طيب يمكن أن يبدأ التداول في الزهب من خلال بعد انتهاء التداول في الأوراغة المالية في المرحلة الحالية إلى حين وضع سيستيم أو نظام للبورصة ووضع مبنى آخر للبورصة طيب دكتور محمد الناير في ختام هذه المقابلة ما هي قراءتك لمستقبل البلاد الاقتصادي خاصة في قطاع المعادن والذهب وممد إسهام ذلك في دفع عجلة الاقتصاد في ظل ميزانية 18 و2000 مؤكد أن قطاع التعليم بصورة عامة كان له أثر كبير في تخفيف حدة الصدمة التي تعرض له الإقصال السوداني بعد انفصال الجنوب وفقدان حوالي 73% من انتهاء البترول الذي كان بالشكل حوالي أكثر من 90% من مصدر النقد الأجنبي وأكثر من 50% من مرات الموازنة حاليا الزهب يشكل مال يقل عن 40% من حجم الصادرات السودانية ويزداد وإذا كان تم السيطرة على التهريب وإنشاء برصر الزهب قد يرتفع إلى 60% أو 70% من عائدات الصادرات للسودان وبالتالي يكون حقق طفرة كبيرة في تقليل أو خفض حجم العجز في الميزان التجاري وبالتالي ينعكس سالك إيجابا على استغرار سعر الصرف ولكن لا بد من التوافق في السياسات وأن يستجيب بنك السودان ووزارة المالية لإنشاء برصر الزهب والمعادن في أعجل وقت ممكن في العام 2018 على الأكثر شكرا جزيلا لك دكتور محمد الناير عضو المجلس الاستشارة لوزير المعادن كنت ضيفا علينا في الحدث الاقتصادي ننتقل عقب الفاصل إلى طائفة من أخبار الولايات الاقتصادية اشتركوا في القناة